من معاناة وطننا ووسط أجواء ميلادية جسدت مدرسة السيدة بساح العلمة مشروعة السنوي اللي لبس حل جديدة ورونة مميز عبر مغارة ميلادية بجددة سنوياً سيد سامي المسيح هالمغارة الفريدة من نوعه مثلت التراث اللبناني وبشكل خاص مظهر قرية قانا الجليل أديماً أما الأهم فهو إنه مشغولي من خلال النفايات الصناعية من ثياب ودماء وأدوات منزلية أديمة جددها سامي وجعل مغارة شي سعب تبلغ بمسيحة اليوم حوالي 150 متر وبتحتوي على 80 شخص متحرك استغرق العمل على هالمشروع حوالي 11 عام وصار يتطور من سنة لسنة تعرض هيد المغارة مختلف العادات التقليدية الأديمة لسيما عمل انجارة سن الحديد بناء الجسور صناعة الزجاج وغيره لغاية اليوم كتار زروة من طلاب أهيلة معلمين وغيرهم فتجاوز عددهم لـ 3500 شخص وإلى جانب رمزية وجودها السامية كان أيضا هدف مهم وهو تعليم الآخرين كيفية إعادة استعمال النفايات الصناعية وتحويلها لعمل حرفة بدل رمية بالشوارع لتكون هالمغارة مثال لصدائة البيئة ومن بعد هالمشوار المشهدي الرائع لنقلنا طهارة وقت سيد زمن الميلاد المطاعم بتراثنا اللبناني ورونة الشرق كانت كلمة وجه فيها صانع المغارة كرسالة عن واجب كل واحد منها بإظهار الأيام الإنسانية فكرة أنا عندي إيها هواية أنا وصخير بحب صنع إشياء حبت بفثة عيد الميلاد من 11 سنة أنه طورها وفوتها بعيد الميلاد صنع أشخاص هك وهي القصص الصناعة مكلفة كتير إيجتني فكرة أنه استعمل كلها نفايات صناعية ومن التياب من سيف الجلي من مطارات من غسلات من مراوح كلها بيكونوا كبينة بروح بلمة يعني ما عندي أنا ما بستحب بلمة عن الطريق وبصنع فيها باللاشد أول شيء بثلاث أشخاص من 11 سنة عامة رين صنع زيت كل سنة 10 أشخاص خمس أشخاص وإنقلها من رعية لرعية لرعية لوصلت لهون 11 سنة بهالكبر هي فيها شيء 150 متر فيها 8 شخصي بيتحركوا كلها بتمثل ضيعة اللبنانية يعني بدي كتقرني كانت جبل نفايات صارت كرية ميلادية متحركة وتسقفية للولاد ليعلمون كيف نفاياتي بيستعملون ما يكبون على الطريق ما يكبوا من شباك السيارة وهي قصص وفيها ثقيفة أكتر من صناعة وكتير عم بيحبوها يعني مش كتير كتير عم بيحبوها العالم والولاد أنا بدوري كمان بشكر مسيو عبد المسيح لأنه سمرة 11 سنة نحنا عم نقطفها فرح على وجوه تلميزنا والأسادزة والأهل لأنه حقيقة من خلال عمله المبدع نحنا عم نوصل بطريقة ناشطة فكرة التراث اللبناني والفكرة الأعمى هو ولادة المسيح بقلوبنا إن شاء الله يسوع حقيقة يولد بقلبه لأنه عمله مبيت كيفا وبيولد بقلب كل إنسان عم يستمع لقلنا وبقلوبكم كمان مرسي ترجمة نانسي قنقر